42 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكذا 7 وفيات خلال ذاتها الفترة فيما تمثل 235 مريضاً للشفاء إجمل الإصابة المؤكدة بلغ 135 821 حالة نتقل المتابعين الكرام إلى النقاش مع ضيفي الكريم لنتحدث عن كوفيد 19 في الجزائر وأيضاً عمليات التلقيح لأينا وصلت معي في البلاطو السيد دهلاوي أمير محمد عضو اللجنة العلمية أو عفواً أخطأت في التقدير هو مختص في اللقاحات هكذا مختص في اللقاحات على مستوى مدرية الصحة لولاية تيبازا أهلا بك من جديد ربما سنتحدث عن كوفيد 19 في الجزائر كوفيد 9 في الجزائر شاهدنا تذبذب وعملية لا استقرار في عدد الإصابات تنصح التعبير خلال الفترة الماضية اليوم بعدما كنا في المئة، مئة وتسعين، مئتين عدنا إلى نتقدم إلى ثلاثمائة ولم ننزل لمدة قرابة أسبوع إلى خمسة عشر تحت حد ثلاثمائة إصابة بماذا راجع اليوم هذه الإصابة؟ يعني تطور الفيروس في الجزائر مر على عدة مراحل بالول كانت هناك زيادات في البيسياق في عدة الحالات المؤكدة التي عرفناها ثم تم التحكم يعني تحكم نوعاً ما ونلحقنا حتى المئة في 24 ساعة وهذا كان راجع إلى الوعي اللي لاحظناه يعني في فترة جازت كان هناك وعي تطبيق التدابير الوقائية كانت صارمة كانت ارتداء الكمامة كنا نشوفوها كنا تباعد الجسادي للحجر الصحي لغير ذلك ثم يعني هذاك النقص في الحالات صرا بعض التهاون إن صح التعبير وين تورتلاشي وين يعني الكمامة وين اللي لم نشوفوها وين التدابير الوقائية نساتها كريم وليوم ما أصبحنا أي صحيح وعدنا شاهدنا هذا الارتفاع لكن سؤالي كالتالي خاصة فيما يتعلق بأعدل الارتفاع هتتوقعون ارتفاع من جديد خلال فصل الصيف لأنه بعد حقيقة أن الجزائر تشرع وتتقدى في عملية التلقيح لكن عدل الإصابة لا تزال ثلاثمائة ثلاثمائة وتسعين إلى ثلاثمائة وتمانين في هذا السلة هل تتوقعون الارتفاع في فصل الصيف؟ هي فصل الصيف معروف يعني فصل العطل فصل الأفراح فصل الهجوب من فاميليو يعني تجمعات تجمعات العائلية وإن يكون هناك اختلاط بين الولايات نستروح من بليد الوهران من الوهران نحن لهذا دائما نأكد على التدابير الوقائية اللي برهنت يعني اللي أعطات نتائج إيجابية اللي تحكم في الوضعية الوبائية على التلقيح ضد كوفيد نحن عملية التلقيح في ولاية بازة بدناها في 1 فبري 1 فبري 2021 المستهدفة الأولى يعني في المرحلة الأولى كانت المسنين أكثر من 60 سنة دائما الأمراض المزمنة والسلك الطبي والشبه الطبي يعني كل مستخدمي الصحة نحن بدنا بثمن مراكز على مستوى الولاية وكان هناك إقبال من طرف المواطنين وحتى المستخدمي الصحة ثم تم التوسيع تدريجيا من 8 إلى 12 16 22 والآن رأنا 30 مركز 30 مركز موزع على 28 بلدية هناك فرق متنقلة لتروح للمناطق الظل ومع الشعب يطف المرافق العمومية مؤخرا تحت علمات الوزارة الواصية والحمد لله هناك إقبال من طرف المواطنين وحتى من طرف مستخدمي الصحة وعملية التلقيح راه يمشي في نظرك هلو وصلنا للنصاب من أجل أن لا نتخوف مستقبلا من انتشار أو إعادة موجة ثالثة لقدر الله لكوفيد-19 في الجزائف؟ نحن هذا هو الهدف تعنا نحن كطاقم طبي يعني خاصة لأنه التلقيح التلقيح بصفة عامة يعني لما نتكلم عن التلقيح ماهيش حاجة جديدة على الطب في الجزائر ولا الطب في العالم صحيح هي من أبرز الإنجازات اللي عرفتها الصحة العمومية والطب الوقائي اللي مكنتنا من التحكم في مختلف الأمراض لكل اللي شهدت يعني الليدر دي دي غاب في زمن موضع كما البوحمرون كما اللغيبيو التيطانوس وما شبه هذلك نحن هذا هو الهدف تعنا بتطبيق لأنه اللجنة العلمية في الأول كما لما خرج لما ظهر الوباء هذا كان وباء جديد علينا في العالم ككل في الأول كان عندنا تدابير الوقائية اللي جابت نتيجة والناس عملت وزادت جابة التلقيح اللي عنده دورتها يعني لو كان نطبقوا التدابير الوقائية مع التلقيح نتحكموا إن شاء الله في الوضعية الوبائية جميل نطرح لك الآن سؤال حول ما يتعلق باللقاحات التي كانت في الجزائر على غرار سبوتنيك ولقاحات الصينية وأيضاً استرازينيكا العديد من يقول أنه سبوتنيك فعال على استرازينيكا وفعال على اللقاحين الذين أتام من الصين هل هذا صحيح أم لا؟ اللقاح قبل ما قبل ما تتم عملية التلقيح هناك كان دفاز ديسي دفاز ديب شميلمون إلى غير ذلك وكان هي مختصة عالمياً وفي المستوى الوطني وحتى على المستوى المحلي ليتبنى ليتبنى التلقيحات هذه بمختلف أنواعها لدينا سبوتنيك لفاكسن روس لسترازينيكا وعندنا لفاكسن شينو سينوفر ومو سينوفاك نحن في الولاية تعنا يعني عندي المعلومات اللي ضون اللي عندي تعالي الولاية تعنا استعملنا الأربع لقاحة هذه منذ بداية عملية التلقيح ولم نسجل أي أعراض خاطرة أو جانبية نعم أعراض جانبية خفيفة حمى أو لا فشلة خفيفة مثل كل اللقاحات يعني بالنسبة للفعالية كلها فعالة بالنسبة للفعالية كلها فعالة حتى نعمم التلقيح في الجزائر يجب أن ننزع تلك الذهنية الموجودة بأنه لقاح أحسن من لقاح هكذا لأنه اليوم لما نشاهد حقيقة لما نسمع المواطنين يقول لك أنا ما لقاحش هذا مشكلة يعني لبعض الإشعات إن صح التعبير نحن كطاقم طبي مع المواطن مع المواطن عندنا علاقة ثقة المواطن لما يمرض يدور رجل يجرح أو حمى يسهل نبوغت نبوغت يقوي يروح يشوف طبيب بتاعه اللي يوصف له دواء واللي يتناوله ويرياح ما في الواباء هذا يعني الأطباء كلهم رهم يمسحوا بالتلقيح وفي البداية تلقيح كان المستخدمي الصحة هم هم اللولين اللي يبدأ لا نشرح بحياتنا ولا بحيات المواطن أو حتى للعائلات والأقارب تاوانا يعني بمعنى أنه اليوم الإشاعات التي تحوم حول عدم فعاليات اللقاح غير صحيحة غير صحيحة غير صحيح سؤال أخير فقط سيد هراوي من أجل أن نستقطب كم هائل من المواطنين من أجل التلقيح لأنه في الأول كان عن طريقة أخذ توقيت من أجل التلقيح موعد إن صح التعبير اليوم شهدنا أنه عملية التلقيح توسعت في شوارع العاصمة في شوارع عديد الولايات المرة كان يعني بعدما كان حلم وإنه لقح اليوم أصبح متاحا لكن بالرغم من ذلك أنه في عزوف من المواطنين من أجل التلقيح من بعض المواطنين من بعض المواطنين ولن نعمل بطبيعة الحال والهدف اليوم تلقيح حوالي 70% من ساكينات الجزائر هكذا إن شاء الله ما هي الرسالة التي تتوجهها للمواطن من أجل التلقيح هكذا من أجل ربما أن نحسن أنفسنا من هذا الوباء دقاء الوباء هذا رح موجود لأنه حتى كيظهر الوباء كانت هناك إشاعات تقول بلي ما كاش الوباء صحيح بلي الكوفيد ما يكزيستيش صحيح بلي الكوفيد ما كاش منه بلي الكوفيد ما كاش في الجزائر صحيح ولا ما كاش في فهرن ولا ما كاش في تيبازا ولا إلى غير ذلك نعم ولكن مع مرور زمن ولا الطاقم الطبي والشيب الطبي وحتى المسؤولين كانوا ينبهوا بضرورة يعني الإجراءات الوقائية إلى غير ذلك وإحنا الآن رانا ننبهوا نأكدوا على ضرورية التلقيح وكل واحد يتقرب من الطبيب وحتى قبل ما تتم عملية التلقيح راح يجوز عن الطبيب اللي راح يشوفوا أستطيع تلقيح ويقدر تلقيح ويقدر تلقيح وعادي يعني بصفة عادية احنا دلنا عدة جراءات على مستوى الولاي زياد من عشرة آلاف والحمد لله ولكن التلقيح ضروري طيب ربما قبل أختم وأذهب إلى فاصل إشهاري في سؤال ربما طرحه علي أحد المواطنين لأصيب بكوفيد وجاء على لسان أحد الأطباء أنه يمكن أن تجري جرعة واحدة من اللقاح والجرعتين لأنك قد اكتسبت منع هل هذا صحيح؟ احنا تبقى لل يعني للنسترقشيون مينسترية وحتى اللي فيش تيكنيك تعليف أكسان في حالة ما وحد يدير يدير كوفيد يمرض ما يلقعش حتى بعد مورور تسعين 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 تلاتة أشهر يدير الجرعة الأولى يجنرال مو على حساب الفاكسان سيانت 21 جوه كان يحتاج 4 سومان يدير كوفيد من الجرعة الأولى والثانية تمال إلى الدزيان دوز كيف كيف الصغار وطرد تسعين تسعين